نفذت القوات الأمريكية عملية عسكرية ناجحة تمكنت خلالها من تصفية زعيم داعش المعروف باسم حجي عبدالله هذا الأخير تولى قيادة داعش منذ 2019 بعد قضائنا على البغدادي ومنذ ذلك الوقت قامت داعش بإجراء عملياتها واستهداف الأمريكيين وحلفائنا وشركائنا إلى جانب عدد لا يحصى من الأفارق في إفريقيا وجنوب آسيا حجي عبدالله أشرف على انتشار مقاتلي داعش في مناطق عدة حول العالم وقتل الأبرياء وهو مسؤول عن الهجمات العنيفة الأخيرة على شرق وجنوب سوريا كان كذلك القوة الدافعة للمذبح التي تعرض لها الشعب الأزيدي عام 2014